المخرج علي فاضل طلع بفيديو مأساوي بفيديو بشع حجة عن ظاهرة بشعة عن مجتمع ما عنده رحمة وقال الوزير الداخلية قال لي يصير هذا الحشي يصير احنا لما نرحنا طبينا للصفحة اللي يحكي عنها المخرج علي فاضل شفنا مأساة ما قدرنا نطلعها الكوم حتى تشوفوها ما تنشاف ما تنشاف شلون يكتلون اللي تلاب بهاي الطريقة الوحشية مو مو مجتمع اجرام زين لموهن خدروهن ودوهن بأماكن معزولة وسيجوهن لكن تتعاملون بالطريقة اللي قال عليها المخرج علي فاضل والله حرام كفتو شغل اريد اخاطب سيد وزير الداخلية اعرف شخص مهني ومتابع كل النشاطات والاشياء اللي تتصير اريد اقول له انه اليوم بناحية المتحتية بامر من مدير الناحية صادق الكلابي ومدير مركز شرطة الحمزة الغربي طلع الدورية حتى تختال مثل ما كاتبين بالكبشن معلتهم يقتلون هاي الارواح المسكينة هذول التلاب المساكين لا حول ولا قوة لا عنده لسان يحشي ولو تشوف الفيديوات يطلع الضابط الشرط ده يفتار ويضرب طلقة ويفتر له من نانا ويستمكنا هو ما عندي اشي وجوعان خايف لا مأوى لا دوة لا اكيل لا شروب لا حماية وهذا يفتر عليه ضرب طلقة والله عمي بطل انت تبطل سدت على هذا المسكين خطيئة اللي لا حول ولا قوة هاي روح الله خلقها شنو ذنبه هو يعني معقول رب العالمين خلق هاي شلاب عبث معقول رب العالمين خلقهم بدون هدف زين انتو تتكتلوهم وفق شنو سيادة الوزير عندي قد أقول لك شغلة القتل وفق شنو الدين الاسلامي الدين الاسلامي يقول لك هذي روح رب العالمين خلقها وباشر عقبة تشهد عليك باشر عقبة هذا المسكين يوقف قدام رب العالمين يقول له هذا كتني هذا جوعني هذا ضربني بطابوقة هذا وكلني لأنه هو رب العالمين اللي يخلقهم سيادة الوزير هاي الكانات ما عدل سان آمد احكي لك دول المساكين طلعوا تباهي يتباهون انه وكتلوهم خطيئة وستستمر الحملة يا حملة عم يا حملة يا حملة صدق تحشون تستأسدون على هاي المساكين قلني ضحكني طالعوا عن طبيب بيطري انت انت طبيب بيطري علي فاضل قال اللي ضحكني طالع طبيب بيطري واللي يوجعك انه طبيب البيطري مهنته علاج الحيوانات مهنته يعني ينقذهم من الموت اهنانه وزارة الداخلية مطلعين طبيب بيطري يصفي لتلاب بس يطلع لك واحد بس يقول لك يعظون جهان طبعا لانه انتم لمن ادارة لمن مديرية لمن دائرة مسؤولة عن هذا الموضوع وما تعرفون الديرون طبعا هذا حيوان ما يفتهم هذا ما يفتهم شنو يعني ومثل ما قال المخرج علي فاضل انتم دا تكتلون على وفق يا فتوى يا شريعة يا دين روح الله خلقها تجي انت بدون الرجوع الى اي نص قرآني يسمح لك انه تقتل روح شوفوا الاجرام وين وصل شوفوا بالعافية على الطب البيطري احنا نشوف بالعالم الناس تنزل من سيارات هتوكل الاجلاب والبزازين بالشارع ويبتون عليهم لانه بردانين لانه الدنيا مطار لانه الدنيا حار واحنا جايهم فن فن فرحان ها اجيب لك هاتي اجيب لك هاتي صدي تكون اي والله اشتركوا في القناة